أوكي اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكم عمور واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة وفكرة رهية و اسطورية طبعا فكرتنا اليوم يا جماعة الخير فكرة جدا 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 رهيبة اليوم فكرتنا يا جماعة الخير اي فحم نلاقيه ونطبخه في الفورا راح يتحول الى دايمن فشي مره 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 رهي غير كذا اليوم يا جماعة الخير راح ننتقم من ملكة سلايم او الزعيم الجديدة اللي في الحلقة اللي فاتت اي واحد يشوف المقطع الحين يا جماعة الخير ينزل تحت ويحط لايك ويشترك في القناة اذا ما كان مشترك لانه تقريبا 63 الى 64% من اللي يشوفون المقاطع ما هم مشتركين فاي واحد يشوف المقطع ما اشترك يشترك اذا كان اشترك احمر يعني ما عادته ممشترك اشترك خليه ابيض واذا ما حطت لايك حط لايك ويلاه لاتس جو اوهو يا جماعة الخير بسم الله بدنا طبعا في البداية ايش هنحتاج هنحتاج نجمع الاشياء البسيطة الاساسية مثل الخشب والاكل واذا لقينا ايرون غولم بنحاول نكتل على اساس نقدر نسوي لنا بكاكس من الايرون اساس نقدر نجمع فحم بكمية جدا رهيبة ونقدر نضبط وضعنا فاليوم يا جماعة الخير انا مرة 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 متحمس اني اسوي هذه الاشياء متحمس اني انتقم من ملك السلايم لانه صراحة لازم ننتقم ما ينفع الحلقة اللي فاتت كذا يسوي فينا فاليوم ان شاء الله حيكون قتال جدا جدا شاريس بيني وبينه خلونا نجمع كذا شوية من الحجر بكمية جدا بسيطة نقدر نضبط وضعنا نسوي الاشياء الاساسية مثل البيكاكس والاكس اتوقع هذه الحجتين اللي نحتاجها حاليا خلونا ناخذ ايو خلونا نسوي بوينتين اف هذا البيت او تصدقون في البيت الثاني افضل اوكي هذا هو الايرون غولم خلونا نذبح قبل ما نجمع الاكل لانه محتاجين الايرون حقه خلونا نطلع واحد اثنين ثلاثة وبهذا الشكل تعالي يوريء لقيم يلا يا حبيبي موت بسرعة انشاءالا يطلع لنتنا انشاءね والله نحتاج ايرون تصدقوني لازم ننزل للايرون الاساس انشاءالا يطينا 5 او ارتفاع للاساس انشاءالا نحتاج باكت لانه نجيب باكت لافا لان باكت لافا جدا كويس ضده صادقون مان نحتاج سرير لش شيلين السرير والله مشكلة لاحسنا خلنا ننام هنا ونحط السرير او لا النام قريب منه الاساس يعني لو صار شي ما صار يكون وضعنا جدا سليم اوكي خلونا ناخذ حبة حجر هذا اللي نحتاج تحين نسوي لنا هو على السريع بهذا الشكل ونسوي لنا بكاكس برضو بهذا الشكل كاكس من الحديد على اساس نقدر نضبط وضعنا ونحتاج صح فرن فنحتاج نحتاج اشياء بسيطة خلونا نجمع تقريبا ابو نص ستاك اتوقع هذا الشي كويس او لا عشان نحتاج امرلد بجمع كل كمية الويت واتقايض مع القروي حق الزارع ونجيب مننا امرلد بشكل جدا رهيب على اساس يكون معنا بو لانه البو جدا مفيد ذد هذا الوحش تخطيط تخطيط ما عليكم يا جماعة الخير واتوقع بهذا الشكل جدا جدا كافي نحن فعليا ما نحتاج اللي ممكن ستاك ونص سوي احتياط او ستاك ستاك مرة مرة انف الباقي بنتقايض مع القرويين مثل هذا القرويين ان شاء الله يكون انه يبيع الويت اوكي ما تبيع الويت نقص الحق يكون نرجع نحطه مرة ثانية اوكي الحين صار يبيع ويت حلو خلونا ناخذ الامرلد اللي معا ان شاء الله يدينا امرلد بشكل جدا خرافي 15 اوكي 16 امرلد فعليا ما نحتاج اكثر من كذا لنا نسوي كرافتك ونسوي بالباقي بريد او خبز يه السلام سوينا ستاكين ومعنا 16 امرلد طبعا جدا جدا رهيب حين خلونا نسوي شفل ايرون ونروح ندور لنا على فلنت على السريع برضو نحتاج شوي من الخشب اوكي بهذا الشكل الخشب جدا جدا كافي خلونا الحين ونروح ندور لنا على جرافل باسرع الشكل ممكن اوه لقيني ريفين اوكي اوه فخم حلوين يجبعات الخير وفعني جدا رهيب وهنا جرافل فخلاص ضبطنا وفعني يجبعات الخير اليما نحتاج لنا حبتين فلنت على السريع ان شاء الله هذي اول حبة نحتاج برضو حبة واحدة زيادة على السريع هلا بوي حبتين فلنت الحين نسوي الفلتشنك تابل باسرع الشكل يا حبيبي حط هذي وحط هذي يا السلام اوه رايت يلا تا 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 كيف اشتغل اشتغل يا حبيبي اوكي ماني بستك صراحة اني بغى ايروز يا طيب يا حبيب انتو يا اشتغل ترى العمل مفيد ايروز يا سلام عطنا ايروز اعطانا ثلاث استاكات وشي جدا رهيب وكافي طور 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 يا طيب هلا بوي يلا جبنا بوي يا جبه الخير فوضعنا جدا جدا رهيب الحين على طول نحتاج نروح على الريفين اللي جنبنا ونجيب فرن ونجيب فحم ونطبخ هذا الفحم ونحتاج ايرون كمان برضو لانه يبغالنا نسوي لنا باكتات لافا وموية اساس ساعدنا في المضاربة اوكي طلع موريفين طلع طلع يضحكوا علينا يا جبه الخير انا احتاج شوية ايرون ابوه بوعشرين ايرون اتفقى انه جدا كافي او اقل حتى من عشرين ايرون وخلونا ناخذ الدايمند هذا او الفحم الفحم الدايموندي هال هال بوي تبتخيلين يا جبه الخير والله شي جدا مجنون تخيلوا انه عندكم دايمند بقدة الفحم اللي عندكم في عوالمكم هيكون شي جدا رهيب وخلاص هتصيرهم معا تحتاجون دايمند الى الابد يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله انهم كثير هنستخدم القوة لغير هذا بالبو بالبو افقعهم بالبو اجلد اوكي عفوا نعذرونا يا جبه الخير لانه كان ظلمة لون الحين اخوي اخلص اخلاص قاعد يشوفك قاعد يشوفك كريبر قاعد يشوفك قاعد يشوفك اوكي فعليا اتوقع انه عندنا دايمد الايرون الكافي ثمانية ايرون نقدر نسوي فيها باكتين ونقدر نسوي فيها خلاص 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 يا جبه الخير والله موبز مرة كثير موتوا موتوا الله ياخذكم اتوقع انه الشي الكافي الحين خلونا بس نلاقي بقعة من اللاذا تحت حيكون وضعنا جدا جدا رهيب ويبغينا برضو مجموعة من الفحم زيادة لانه اتوقع هذة المجموعة جدا كافية واليوم اذا قدرنا كمان نقدر نسوي التطوير بيطلع شي جدا رهيب بس ما اتوقع انه نقدر نسويها لانه ما معنا قصب وجلد لكن عوافق هندعسوا بدون الال التطوير يا جبه الخير اوكي اتوقع حاليا 53 او 52 فحمة جدا كافية الحين خطتنا ايش انه ننزل تحت ونلاقي بقعة من اللاذا اساس انه نقدر نسرع عملية الطب كون عملية جدا رهيبة وغير كذا نقدر نسوي باكيتات من اللاذا تساعدنا في المحاربة معهم كي لقينا كاف يا جماعة الخير ان شاء الله انه الكاف هذا ينزلنا طريقة جدا سريعة هلا بالفحم الحين لما صرت تشوف الفحم انبسط يا جماعة الخير اوه رايت يا جماعة الخير وصلنا الى المكان الرهيب هذا بس خلونا نقفل بهذا الشكل والحين نبغى نسوي لنا اكثر افران نقدر عليها او فرنين ما نحتاج وتقع اكثر من كذا نطبخ فرن في له الايرون حقنا والحين يا جماعة الخير نتجهز للعملية الخرافية شايفين الفحم ينحط هنا وهذا الفحم اللي قاعدين تشوفون الحين حيتحول الى الماس بسم الله نسوي اول باكيت وعلى اساس نسرع العملية وجاهزين يا جماعة الخير جاهزين والتجاهزين واحد اثنين ثلاثة بوب الله يا حبيبي اسرع عملية دايما تقدروا تجيبها في تاريخ ماينكرافت كامل ترى مو شرط انكم تحطون باكيت اللاذا على اساس تقدروا تحمون تقدروا تحطوا نص القول تحت والقول يطبخ القول ويطلع دايما الفحم يطبخ نفسه ويطلع لك دايماد نعم عجائب ماينكرافت لحين يا جماعة الخير ستة عشرين سبع عشرين اتوقع ان هذا العدد كافي صح خلونا نسوي لنا مثلا نقول تشاس بليت سروال وهلمت وبوت لا والله مو كافي يعني نحن ناس طمعين مو كافي بالنسبة لنا نبغى نسوي لنا معدات من الدايمند نبغى نسوي لنا سيف نبغى نسوي ايه كده واحد عشرين واحد عشرين كده نقول ممكن كفاية نسوي لنا بيك دايماد نسوي لنا اكس دايماد نسوي لنا سيف دايماد ونسوي لنا هو معاننا ما نمحتاجينه بستانخ خافسقه ونسوي لنا شوفل دايماد والله ماعرف خلاص ويش نسوي كمان يا جماعة الخير ماعد عندي افكار اني اسوي اشياء زيادة خلونا نسوي مثلا شير وخلونا كمان نسوي لنا مثلا بكت ثاني من اللافا معي دايماد برضو يا جماعة الخير معي دايماد زيادة اقدر اسوي كل الاشياء اللي تتخيلوها وما تتخيلوها ونسوي بلوكين من الدايمد لانه فعليا ماعد نحتاج دايماد او بلوكة واحدة والله ما يمدينا للأسف بس نقدر نجمع حاليا يا جماعة الخير نطلع من المكان اللي نحن فيه وراح نواجه الوحش الأسطوري او السلايم وراح ننتقم منه فانا مرة 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 متحمس اني دحين اواجه الوحش هذا بالذات لانه فيه ثقر يعني لازم ننتقم فاي واحد وصل لهذه اللحظة يا جماعة الخير من المكطع يكتب تحت في الكومنت هل تتوقعون اني راح اقدر انتقم من الوحش السلايم او ملك السلايم ولا لا كل واحد ينزل تحت في الكومنت ويكتب لي توقعه ولي ما احط لايك وحط لايك على طريقه يا جماعة الخير ولي ما اشترك يشترك اصفلت انا عارف والله ما عارف يلا خلونا نطلع الحين نواجه الوحش لاتس جوو يا حبيبي وانا يا جماعة الخير الحين ندور لنا منطقة بلينز فاضية على اساس تكون المواجهة جدا عادلة وفير وكي توقع ان هذه المنطقة جدا كويس صح انه فيها هضبات بس هضبات جدا صغيرة بسم الله يا جماعة الخير خلونا نرسبنا لكن اول شي خلونا ننام على اساس تكون المواجهة جدا رهيبة والان خلونا ننظر الى غروب الشمس الرهيب والجميل واللون البروتقالي الرهيب اقول نم 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 ولا اكدر ويلا جماعة الخير جاهزين واحد اثنين ثلاثة نقول بسم الله وبوم يا حبيبي رسبنا ملك السلايم يا جماعة الخير والان 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 سوف ننتقم من ملك السلايم تعال يا كلب القم اوكي والله يدمش كثير لكن لازم نواجه همين لي وجها لوجه القم ايوه لا 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 أبوشكله يفتق الدرع شاو فيه كيف دمج الدرع لا 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 ارجع 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 افتق الدرع ايوه عليك ما يقدر لغبي اييي لقيت لطقة ضعفك الحين يا جبهاتك خير لازم الذكاء لازم الذكاء اوواي جادي والله هو اذكى اه اه اسلام الصغير اسلام الصغير موت موت لا 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 ما عندي ما عندي ايش تسمونه مايقدر تطقوني تفعل بالصيف بالصيف ه這樣 طبك بالصيف طب Це來 لا 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 أوكي دقيقة دقيقة خلاص خلاص يا مزعجين خلاص خلاص يا ساتر يا ساتر يا ساتر من المنطقة لازم ننحاش لنصار خطر خذ 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 يا حبيبي حتموت لا 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 يا خوخر يلعب شكله يهلث يهلث يا جوات الخير او ماي جود والله كثير اوكي همسك السراتيجية من هنا هل هطش من هنا يا جوات الخير ايه حلو حلو حلموت يدرامي قاعد يهيل وين التفخ هذا هو رصبا كثير تعال يا كلب والله لكتلك بإذن الله يشوفوا قاعد يشردوا يرصب العيالة تعال والله لا استلمك بالبو يا كلب تعال يا كثر عيالك يا كثر عيالك تعال تعال يا حيوان قاعد يطلع فوق خذ شوفوا قاعد ينحاش يجبات الخير قليته ينحاش خذ صار بعيد يجبات الخير بعد ينطق بلسهم والله والله يطير يطير يجبات الخير شوفتوا كيف لا ساتر لا أكتلك بالبو بالبو استراتيجيات لا 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 مشكلة ما نعرف وين بكت اللافا حقي لأنه بكت اللافا جدا يفيد قاعد يهيل الكلب قاعد يهيل وينطنط الكلب يهيل وينطنط حقه دنحاش وينتفه بالبو وين هتبوكس حقك ايه 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 اوكي قبل لهم انحشر ما يقدر يسوي شي هنا قاعد يهيل قاعد يهيل كل ما يرسب العيالة يهيل الكلب تعال ما ينطق في الهواء اوكي الله ينطق في الهواء تعال تعال يا حبيبي لازم الذكاء حكتلك بالسيف تعال 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 حكتلك بالسيف اوكي الله ينطق في الهواء تعال انزل انزل اوكي الله اوكي الله رصبا عيال عيالة الورع تعال يا حبيبي عكتلك بالسيف 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 انسمك ألقم 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 ايه اوه يوز هس بين سلايند يا حبيبي ايه شقة شقة تعال 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 يا حبيبي تعال تحسب الدنيا سباهلة لها اه ألقم ألقم بس والله لأ ان فيكم عن بكر تأبيكم اوه اش اعطانا اعطانا حاجة رهيبة الرير يا حبيبي وخر وخر خلنقرة خلنقرة وخر اوخر اعطانا حاجة غريبة بوتس غريبة شكلها مدري هل تديك فالدامج ولا ايش بالضبط يا حبيبي وخروا وخروا روحوا لها لكم خلاص ضباحنا ملك السلايم بتجو انتم يا حشرات بتكتلوني يلا 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 من هناك يلا 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 لا شوف احد هلو ننلبس البوتس مكتوب الرائر ارتفاكت باستداون فروم سلايم رايلتي مات نكسر وتعطيني ارمور واء اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الحين اتدمج لو انه في فول دامج من البوتس فلا انتو بجالزون يا جماعة الخير واحد اثنين ثلاثة والنط بسم الله في فول دامج اي والله في فول دامج كويس 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 بس اتوقع ان يتخفف لك الفول دامج اذا ما كنت غلطان وتنقصك ثلاثة بلوكات يا ساتر بس صوتها يقهر صوتها مرة يقهر مرة يقهر صوتها فعلهم يا جماعة الخير يعطيكم الفلفلفلف عافية المشاهدة وشكرا جزيلا لكم ونراكم ان شاء الله في الحلقات القادمة مع السلحة جود با